عنا الدليل واضح حاصيل ظاهر وعالي بيشفي العليل نفحاته فينا شو بتكوينا من جهل الجاهل هو بيحمينا عنا الدليل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الهدى محمد وعلى آله وصحبه وموله يسعد مساكم جميعا أحبابنا الكرام في حلقة جديدة من بردمجكم عنا الدليل وكنا تكلمنا في الحلقات الماضية عن معنى آية الرحمن على العرش استوى ومعنى أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض ومعنى وهو معكم أينما كنتم وبينا بالأدلة العقلية والنقلية أن الله عز وجل لا يحتاج إلى شيء من خلقه وهو موجود بلا كيف ولا مكان الآن حبيت أني أوضح لكم عن معنى الآيات المحكمة والآيات المتشابهة الآيات المحكمة يا أحبابنا الكرام هي الآيات التي دلالتها على المراد واضحة فما بتحتمل بحسب بضع اللغة العربية أكثر من معنى مثل قول الله تبارك وتعالى وإلهكم إله واحد مثل هل تعلم له سمية هذه الآيات من الآيات المحكمة مثل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء من الآيات المحكمة وفي آيات متشابهة والآيات المتشابهة هي التي دلالتها على المراد ليست واضحة يعني بتحتمل بحسب وضع اللغة العربية أكثر من معنى بتحتمل بحسب وضع اللغة العربية أكثر من معنى مثل قول الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى ومثل قول رب العالمين أأمنتم من في السماء ومثل الآية أيضا وهو معكم أينما كنتم إلا أن أهل العلم الثقات والمعتبرين وضعوا هذه الآيات في موضعها ولم يتكلموا بما تكلم به أهل التشبيه الذين حملوا هذه الآيات على الظاهر فأدى كلامهم إلى تشبيه الله بمخلوقاته ورح نتكلم أكثر وأكثر عن هذا الموضوع بعد هذا الفاصل إن شاء الله عنا الدليل واضح وصلي عنا الدليل يسعد مساكم يعني المشبهة وللأسف الشديد حملوا الآيات على الظاهر إلا أنه بعض الآيات تكلموا بتأويلها وهذا عجيب يعني كيف اتناقضوا وقالوا أنه لا يجوز التأويل بعدين وجدناهم يؤولون بعض الآيات اللي بدهم أنه يكون فيه إلها تأويل لأنه هؤلاء كلامهم يتضارب بعضه ببعض ولذلك إذا رجعنا إلى القرآن الكريم إلى كتاب الله سبحانه وتعالى لا نجد هذا التناقض في القرآن الكريم الله بيّن في القرآن بأن هذه الآيات التي أنزلها في هذا الكتاب الكريم آيات محكمة وفي آيات متشابهة فقال ربنا في سورة آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء تأويله ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون وما آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب إذن نرجع لآيات القرآن الكريم هذه الآيات الموجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى آيات محكمة وآيات متشابهة وهذا الذي بيّنه الله في القرآن وبيّن أن الذين في قلوبهم زيغ وضلال يتبعون ما تشابه منه فيضعون هذه الآيات في غير موضعها ركز بمعاني هذه الآيات هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وبتغاء تأويله وقال ربنا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب هلأ القرآن القرآن له تأويل إذا واحد يقول ما في حدا بيقدر يعرف معاني القرآن الكريم نقول له إذن لما أنزله الله تبارك وتعالى وأمرنا أن نقتدي بكتابه سبحانه وتعالى ولكن الله بيّن لنا أن آيات القرآن فيها آيات محكمة وقال هن أم الكتاب وبيّن لنا أن هناك آيات متشابهة وهذه الآيات المتشابهة نرجع بها إلى المحكم أما الذين في قلوبهم زيغ وضلال فيحملونها على ظاهرها فيؤدي ذلك بهم إلى فساد المعتقد في آية أخرى في سورة الزمر الله تبارك وتعالى قال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعط منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها ثانية تقشعط منه جلود الذين يخشون ربهم إذن يا أحبابنا الكرام هذه الآيات الموجودة في كتاب الله لها معاني عظيمة فلابد من الرجوع إلى أهل العلم لمعرفة معاني آيات القرآن الكريم وكذلك الأحاديث في أحاديث بعض الناس ما فهم المعنى المراد فراح لمعنى غير صحيح وسرح مثل حديث لا تفضلوني على يونس بن متى هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه الرسول لا تفضلوني على يونس بن متى يلي بقولوا إحنا دايما في الآيات والأحاديث نأخذ على الظاهر كل الآيات تحمل على الظاهر نقولهم لو حملتم كل الآيات على الظاهر لأدى ذلك إلى التناقض بعدين نقول أليس هو معلوم أن أفضل المخلوقين هو محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم عندما نقول من هو أفضل من خلق الله أفضل المخلوقات أفضل البشر وأفضل الأنبياء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هذا أمر معروف أفضل المخلوقات هو سيدنا محمد طيب رب العالمين قال في القرآن تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض إذن في تفضيل بين الأنبياء طيب من أفضل الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طيب وفي حديث لا تفضلوني على يونس بن متى في ناس بيقول لك يا أخي لا ما تقول أن سيدنا محمد أفضل الأنبياء لأن الرسول قال لا تفضلوني على يونس فإذن الرسول ليس أفضل من يونس انتبهوا شو عملوا؟ حملوا الحديث على الظاهر وتركوا المعنى الصحيح لهذا الحديث والمعنى المراد من هذا الحديث أخذوا الظاهر لأنه في ناس بيتركوا التأويل وهم جهال في العلم وجهال في اللغة العربية وجاي بده يفسر آيات القرآن وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أكيد بده يطلع بإيش يعني دخلك بده يطلع بها المعنى هذا وهي المعنى اللي حتطلع معاه بقول لك يعني معنى كلام الرسول لا تفضلوني على يونس بن متى يعني ما تقولوا أنا أفضل منه لا أنا مش أحسن منه هذا اللي حيطلع معاه بس معنى الحديث يا أحبابنا الكرام المعنى الصحيح معنى لا تفضلوني على يونس بن متى أي الله موجود بلا مكان حد قل لي كيف طيب شو دخل شو هي العلاقة ما بين الحديث وبين هذا المعنى كيف بتقول لي انه معنى لا تفضلوني على يونس بن متى حديث الرسول هذا معنى الله موجود بلا مكان بقول لك اه هيك معنى وحبيين لكم كيف انه هيك معنى لهذا الحديث ولكن نخذ فاصل قصير ونرجع لكم ان شاء الله عنا التليل العلماء الأجلاء الكبار ومنهم الإمام مالك رحمه الله تعالى ماذا قال في حديث لا تفضلوني على يونس بن متى قال إنما خص يونس إنما خص يونس للتنبيه على التنزيه يعني أراد الرسول من ذلك أن يبين أن الله موجود بلا مكان لأنه صلى الله عليه وسلم رفع إلى العرش في ليلة المعراج ويونس هبط إلى قاموس البحر طيب قال ونسبتهما مع ذلك من حيث الجهة إلى الله جل جلاله نسبة واحدة يعني لا نقول بأن الرسول عندما عرج به إلى السماوات العلا كان أقرب إلى رب العالمين من يونس الذي كان في البحر عندما ابتلعه الحوت وهذا أيضا الذي قاله الإمام الجويني إمام إمام الحرمين الشريفين سابقا كما نقل عنه ذلك الإمام القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن شو قال الإمام الجويني قال من المعلوم بأن محمدا صلى الله عليه وسلم خير الخلق قاطبة وإنما أراد الرسول عليه السلام من قوله لا تفضلون على يونس أي أنا لما كنت عند سدرة المنتهى في السماوات العلا في ليلة المعراج في رحلة المعراج لم أكن أقرب إلى الله من يونس وهو في بطن الحوت في أعماق البحار بل أنا ويونس من حيث القرب والبعد من الله سواء فليس الذي يسكن الجبل أقرب إلى الله من الذي يسكن الوادي لأن الله موجود بلا مكان فلا تفضلون على يونس ابن متى يعني لا تقول محمد صلى الله عليه وسلم كان أقرب إلى الله عندما كان عند سدرة المنتهى كان أقرب من يونس لأن يونس كان في في البحر هذا الذي أراده الرسول من قوله لا تفضلون على يونس بيان أن الله موجود بلا كيف ولا مكان وهذا هو معتقد أهل الحق هذا معتقد أهل السنة والجماعة هذا هو معتقدنا يا أحبابنا الكرام ننزه الله عز وجل عن الشبيه وعن المثيل وعن صفات النقص وعرفوا كمان يا أحبابنا أن هذه العقيدة هذه العقيدة أجمعت عليها الأمة الإسلامية في إمام جليل عالم من كبار علماء المسلمين يقال له الإمام فخر الدين ابن عساكر رضي الله عنه وأرضاه الإمام فخر الدين ابن عساكر ماذا قال ألف عقيدة ذكر في عقيدة المسلمين ماذا يجب على كل واحد مننا أن يعتقده في حق الخالق سبحانه وتعالى سبعوها وركزوا فيها جيدا قال اعلم أرشدنا الله وإياك الإمام فخر الدين ابن عساكر توفي سنة 622 هجري قال اعلم أرشدنا الله وإياك أنه يجب على كل مكلف أن يعلم أن الله عز وجل واحد في ملكه خلق العالم بأسره العلوي والسفلي والعرش والكرسي والسماوات والأرض وما فيهما وما بينهما جميع الخلائق مقهورون بقدرته لا تتحرك ذرة إلا بإذنه ليس معه مدبر في الخلق ولا شريك في الملك حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم عالم الغيب والشهادة لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا فعال لما يريد قادر على ما يشاء له الملك وله الغنى وله العز والبقاء وله الحكم والقضاء وله الأسماء الحسنى لا دافع لما قضى ولا مانع لما أعطى يفعل في ملكه ما يريد ويحكم في خلقه بما يشاء لا يرجو ثوابا ولا يخاف عقابا وليس عليه حق يلزمه ولا عليه حكم وكل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل كل مصيبة كل مصيبة عدل يعني الله لا يظلم أحدا الله لا يظلم أحدا ولا يجب عليه شيء ولا يجب عليه شيء وكل نقمة منه عدلا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ثم قال موجود قبل الخلق ليس له قبل ولا بعد ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف ولا كل ولا بعض ولا يقال أين كان ولا كيف ولا متى كان ولا مكان كان ولا مكان كون الأكوان ودبر الزمان لا يتخصص بالمكان ولا يجري عليه زمان ولا يشغله شأن عن شأن ولا يكتنفه عقل ولا يتصور في الذهن ولا يتخيل في النفس لا تلحقه الأوهام والأفكار ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هذا هو اعتقادنا برب العالمين هذا هو اعتقادنا بالذي خلقنا وخلق كل شيء هذا اعتقادنا بالله جل جلاله ونلقاكم إن شاء الله في حلقة جديدة غدا بإذن الله بنفس الموعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عنا الدليل واضح حصيل ظاهر وعالي بيشفي العليل نفحاته فينا شو بتجوينا من جهل الجاهل هو بيحمينا عنا الدليل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة